بلقاء يحلو إياكم فينا من نور سناياكم وعلى درب الخير يتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الأحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلاغ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين نجمة الفتاة الصبية نجمة السويسرية هذا اسم الحلقة وهذا موضوع الحلقة سويسرة بلد الطبيعة الجميلة الخلابة الأخاذة الفاتنة سويسرة بلد الاقتصاد المتين سويسرة بلد دول عدم الانحياز سويسرة بلد عبقرية التنظيم الإداري سويسرة بلد جودة الخدمات المنهجية السهلة العبقرية أيضا سويسرة بلد السياحة للعالم العربي والأجنبي سويسرة بلد الدقة صانعة الساعات سويسرة الموقع الذي أعلن فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة من جنيف عام 1948 ديسمبر سويسرة وما أدراك ما سويسرة في عالم الدنيا كثرت الأخبار عن مشاريع ومقترحات وتحركات منع الحجاب الكلام الحجاب هي الشارع بس الموضوع هو الهوية والأقليات وما سترونه من هذا الحوار مع نجمة ذهبت إلى سويسرة للتحقق من خلال الحجاب والمآذن وغير ذلك على مفهوم الانتماء والأقليات والحقوق والحريات والهويات وما سترونه الآن في هذا الحوار من خلال هذه الرمزية تبين لي بعد زيارتي لسويسرة وجلوس فيها قرابة عشرة أيام ومشاركة في مؤتمر كبير أن هناك يمين متطرف متصاعد ينجح في الانتخابات يحقق مكاسب يصعد في معدلات بسبب ماذا؟ تصعيد معدلات الكراهية الإسلام قادم المسلمون قادمون العجيب أن التيار المنافس لهذا اليمين هو التيار اليساري أيضاً بدأ يحارب الحجاب والمآذن وغيره لكن من أي باب ليس من باب الإسلاموفوبيا كما هو اليمين إن من باب الحريات لا والمساواة الحجاب يمنع مساواة الأنثى بالذكر اكتشفنا بعد حظر المآذن انتقل المشروع إلى حظر الحجاب في المدارس وبدأوا يستخدمون قضية المحاكم وتصعيد القضايا ثم وبعد ذلك التصويت في الانتخابات المشروع في حظر الحجاب بدأ ينتقل إلى الولايات الكانتونات المعروف فيها والمحافظات في سويسرا تركاو، سين كالون، أركاو، سولتر إلى أن وصلوا إلى بيرن عملهم يصعدون في المحاكم تنتقل المحاكم إلى انتصر المحاكم العليا المحاكم قد تحكم بماذا؟ بعدم السماح بإجراء الحكم في منع المحجبات فشل الحكم عن طريق المحكمة أفاد اليمين المتطرف بأن يحرك الشارع فبدأ يستثمر هذا المنع قد تكون المحكمة عادلة ولكن ينجح عن طريق التصويت وبعد أن فشل 2013 يعني زاد من نشاطه وكانت نجمة الفتاة الصبية السويسرية التي عندما بلغت الحلم وطردت من المدرسة لأن أمها حجبتها في محافظة سان كالون والذي يدافع عنها مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا وذهبنا إلى هناك في رحلتنا ووقفنا على تفاصيل الحدث فنسمع حضارنا ولقاءنا مع نجمة ثم مع أمها ثم مع المحامي ثم أنتم الذين تتخذون القرار في مفهوم الدولة المدنية والدولة الحضارية والعلمانية التي تستوعب الجميع فالدرس لبناتنا والدرس لمثقفين فإلى هذا الشوار لما ذهبت للمدرسة أول مرة بعد أن تلقيت خبر طردي بسبب الحجاب أحسست بظلم وعدم العدل في التعامل مع المسلمين يحترمون اليهود والبوديين والديانات الأخرى وليس المسلمون هذا ليس عدلا أنا اخترت أن ارتدي الحجاب وكان هذا اختيار شخصي وبإرادتي وأنا كنت أريد أن ارتديه في الصف الخامس وقيل لي أن هذا سابق لأوانه وأني لم أكن نعضجة كفايا للبس الحجاب ولكن في الصف السادس ارتديته كلهم كانوا على رأي واحد أن هذا غير عادل وأنني لا بد أن أذهب إلى المدرسة وأصدقائي لم يكونوا ضد لبسي للحجاب بالإضافة إلى عشرين آخرين من صفوف مختلفة رأيت أن مديرة المدرسة كانت ضدي وأن المدرسة لم تتجعني للحصول على حقوقي لا شك أنني أردت أن أرجع للمدرسة وأن أستمر في التعليم ولم أكن أبدا فرحة وأنا مستبعدة الدراسة مهمة بالنسبة لي وأصبحت في الفترة التي ترطم فيها من المدرسة واعية بأهمية المدرسة لنا نحن المسلمات وعزيمتي لم تتراجع بهذا الأمر أن هذا عدم تطبيق للقانون وأن هذا ظلم نراه منتشرا كثيرا هذه الأيام ضد المسلمين لابد أن تعلموا أنني قمت باتخاذ قرار اتداء الحجاب بشكل شخصي وحر وأن هناك ظلم ضدنا نحن المسلمون أيضا قابلت الأم المسكينة المجروح أن ابنتها مطرودة من المدرسة وقبل أن أسأل الأم قلت الوالد وين قالوا الوالد سجن مع أنه كل يوم يوديها المدرسة لكن المدرسة قالت لا يأتي بابنته يقصدون يأتي بها متبرجة فصدر فيه قرار بالسجن لأنه قصر في تدريس ابنته تبلوا عليه والحمد لله قبل تسجيل الحلقة صدر الحكم بالإفراج عنه بعد أن قضى شهورا في المحكمة والآن نسمع ماذا تقول الأم عن ابنتها وعن هذا الجهاد في سبيل العقيدة والإيمان والحجاب في السابق كنت أشعر أنني امرأة عادية وأمشي في الحديقة مع الأولاد وإلى الطبيب دون أن يتكلم أي أحد كان كل شيء طبيعي ولكن الحالة تغيرت في السنوات الأخيرة تفاجأت بردة فعل إدارة المدرسة لأنني لم أتوقع ذلك ولم أعتقد أن الأمر قد يصل إلى هذه الدرجة أنا كنت أرتدي دائما الحجاب في سويسرا إلى أرأيت أن ابنتي الصغيرة والضعيفة تهاجم بسبب الحجاب لا أعلم ماذا أقول لكن الحالة ليست كذلك في كل المناطق في سويسرا بل إن التسامح يوجد في بعض المناطق مثل ما سبق وقلت لك لقد فاجأتني ردة فعل إدارة المدرسة وتحول المجتمع إلى ضد الإسلام بينما كنت أظن أنه يجب احترام اختيار الطفلة وأن ابنتي قد قامت بهذا الاختيار ويجب احترامه هذا أمر صعب بالنسبة لي ولأطفالي ولقد غرموني وغرموا زوجي كذلك يفتخر بابنته نجمة وبأنها ثابتة على موقفها وكذلك بطريقة تفكيرها وبطريقة مواجهتها لهذه المشكلة وكيف تشبثت بذهابها إلى المدرسة وإننا ثابتون على موقفنا في كل المقابلات مع الشرطة والمدرسة والإدارة والسلطات هذا ديننا وحقنا ونحن سنتحمل هذا لديننا ولنبين أن لنا حقوقا يجب أن تحترم وليس لدينا مخرجا آخر وهذا أقل شيء نقدمه لديننا أنا لا أشعر بالغربة لأنني مسلمة ولابد أن أطبق الإسلام هنا في سويسرا أو خارجها وأنا مسلمة وأفتخر بذلك وإذا غيرت نفسي أو طبيعتي سوف أشعر بالعار والغربة ومع كل ذلك أشعر بالطمأنينة والسعادة لذا لا بد أن أتشبث بذلك من المهم أن تقوم الأم بدورها في توعية أطفالها ويجب أن تكون وعية بما يحصل في المجتمع ولا تخفي ذلك عن أطفالها وتبين لهم هذه الحقيقة هناك الكثير من الأمهات يخفون الحقيقة على أولادهن ولا يعلموهم بهويتهم الإسلامية وذلك خطأ لأن الطفل يجب أن يتعرف على هويته وهذه تعتبر من مسؤولية الأمهات وأيضا أن يخبرنا الطفل أن هناك رد فعل يترتب على تطبيق الإسلام ويربينا الأطفال على تحمل هذه العوائق في المدرسة وهذا مهم جدا أنا أدعم الأطفال كلهم بنفس الطريقة ولا أندموا على قراري وأتمنى أن يلبسنا كلهن الحجاب عن قرار شخصي وأنا سوف أدافع عنهن وأدعمهن معنويا بكل طاقاتي كي يصمدنا على ذلك هكذا رأينا في الفاصل السابق الطفلة نجمة السويسرية كيف منعت من الدراسة بسبب اليمين المتطرف المتصاعد في سويسرة سويسرة العلمانية سويسرة المستنيرة سويسرة الليبرالية سويسرة الحرية ماذا صنع مجلس الشورى الإسلامي في سويسرة ندب لها محاميا كبير بالسن اسمه ماركوس توشت قال هذه ليست سويسرة التي يعرفها في سن هذا الطويل أن تمنع طفلة من التدريس لأن أمها مسلمة وتحجبت باختيارها فأصر أن يحامي صدقون ابنه زوجته ابنته المحيط فيه كلهم رفضوا أن يحامي عنها ذهبنا إليه وقبل اللقاء فقبل أن يعطينا التقرير وإحنا جالسين في المكتب معه دخل ابنه قال لا أسمح لك أن تسجل معهم نحن لسنا متفقين معك وانسحب من المكتب المحاما وأخذ ملفاته وعملنا شوشرة ودخلنا معاه يعني الأخوة السويسريون المسلمون في ترتيب أن أنت ليس من حقك أن تعترض وتمنعنا المكتب لأبيك المهم هدأ الجو واخذنا هذه الشهادة المنصفة من هذا الأب الكبير لكن لا تعلمون ماذا حصل له وما سنعلم في الفاصل الأخير ماذا حصل له بعد هذه المحامات نسمع هذا الحوار مع المحامي ماركوس توشت لنجمة المسلمة المحجبة الطفلة دكتور ماركوس توشت لماذا تضيق سويسرا بلد الحريات والقانون بنقاب أو حجاب وهي بلد الحقوق والعدالة والقانون هناك أسباب عدة وهناك بعض القوانين المحلية في هذا الموضوع كقانون مقاطعة تسينو الذي يمنع لبس النقاب المثال الثاني في مقاطعة سانت كالن حيث يحاول حزب SVP الاتحاد الديمقراطي للمركز الذي عنده اتجاه سلبي ضد الإسلام والمسلمين منع الحجاب دكتور ماركوس لماذا تحمست للدفاع النجمة بهذا الحماس الكبير؟ هل الدافع وظيفي؟ هل الدافع مبدئي؟ هل الدافع عاطفي كونها طفلة؟ بالنسبة إلي هذه القضية مبدئية لأنني أرى أن الحجاب محمي بالقانون الذي يحافظ على الحرية في اختيار الدين وإن منع الحجاب يعتبر غير قانوني كما أن هناك قراراً من المحكمة الدستورية في قضية بروكلين أن حظر الحجاب لا يطبق وهناك شيء آخر مهم هو أن أي قانون لم ينشر ولم يعلن عامة يعتبر غير سليم وغير قابل للتطبيق في منطقة سان ماركريتين غير معلن وبالتالي فإنه غير قابل للتطبيق دكتور ماركوس الدستور السويسري يكفل للإنسان حرية العقيدة وأداء الشعائر التعبدية والمجتمع السويسري مجتمع متعدد الثقافات والانتماءات فهل يعجز عن حماية أقلية مسلمة؟ أنا لا أعتقد ذلك هناك قرارات واضحة من المحكمة الفيدرالية أن الحجاب غير قابل للتطبيق وهذا أيضا بسبب اتخاذي لقرار الدفاع عن هذه القضية لكن للأسف هناك انتماءات ضد الإسلام والحجاب في سويسرا وأوروبا كما نرى في فرنسا أنهم طبقوا حضر الحجاب في المدارس ويظهر التناقض أيضا في سماح محكمة حقوق الإنسان في أوروبا لتطبيق هذا القانون دكتور ماركوس أليس منع المحجبات المسلمات من الممارسة العملية التعليمية أو الالتحاق بالعملية التعليمية مخالف لمواد الدستور؟ نعم بالضبط الحق في التعليم أولى من أي شيء ولبس الحجاب ليس مبررا لمنع هذا الحق الشرعي وهذا واضح جدا كما أكدته المحكمة الإدارية أيضا دكتور ماركوس دكتور ماركوس الطريقة غير اللائقة والمستفزة للتعامل مع الطفل المحجب نجمة ألا تتناقض مع العملية التربوية والهوية التربوية لهذه المؤسسة الضخمة؟ ما كنت أخشى منه هو أن يتم استبعاد الطفل من أصدقائها في المدرسة وأن تكون معزولة عن الآخرين ولكن العكس حدث فقد وقع أحد عشر من أصدقائها على ورقة يؤيدون فيها موقف الطفل نجمة ويدافعون عن ذهابها للمدرسة بحجابه دكتور ماركوس سويسرا جينيف مركز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948 كيف لا تتحمل ألا تخشى على سمعة سويسرا الثقافية والحضارية من هذه الممارسات مع الأقلية المسلمة؟ مثلا في لتسينو منع ارتداء النقاب أو أي شيء يغطي الوجه أثر سلبيا على السياح القادمين من البلدان العربية لكن أعتقد أنه في الأخير سيتوقف الجانب المتسامح على الأقلية المعقدة ولكن يجب أن أشير إلى أن إضافة قانون يمنع الحجاب إلى الدستور لسويسري سوف يسبب عائقا بالنسبة لي لأن الدستور يطبق رغم كل المحاكم الفيدرالية وهذا ما نخشى منه أن يحدث لأن له تأثيرا سلبيا دكتور ماركوس في ثقافتنا هناك علاقة بين الاسم والمسمة علاقة إيجابية أو سلبية الاسم له أثر على الشخص علمت أن من اسمك ماركوس تسوست العلاقة بمفهوم العدالة فممكن تشرح لنا هذا الاسم عائلتي لها أصول في البندقية والاسم تسوستو يعني بلغة أهل البندقية أنني ملتزم بالعدالة وهذا هو الحافز الأهم الذي يدفعني للتفاني في عملي دكتور ماركوس في الختام هل لك من كلمة من أمنية من توجيه تحب أن تدلي به في آخر اللقاء أنا أتمنى أن يسيطر التسامح على الجميع في سويسرا وفي الدول الأخرى وأن نصل للتسامح بأي وسيلة وأنا أشكرك شكرا لا يعدم أي مجتمع من منصفين من أناس يحكمون العقل لا يخضعون لضخ الجماعي العاطفي الانفعالي التعصبي وإن كان المجتمع قانوني دستوري مدني هذا واحد منهم العجيب ما الذي حصل لهذا الإنسان وماذا ترتب بعد ماذا خسر بعد وقفتي هذه وكيف تم الاحتيال عليه وسحب كل صلاحيته وانتقلت المسألة منه وحتى في قضية لا ليست أنا الذي أتكلم في الموضوع سيكون معي في الفاصل نيكولاس رئيس مجلس شورى المسلمين في سويسرا فإلى الفاصل القادم إن شاء الله رأينا كيف طردت الطفلة المسلمة نجمة في سويسرا من المدرسة لأنها تحجبت سمعنا كلام المحامي مالها السويسري معنا في الستوديو نيكولاس رئيس مجلس الشورى الإسلامي لكي يعلق ولكن قبل التعليق التقينا في سويسرا بنقاز هذا الرجل نقاز الذي هو فرنسي الذي صنع ضجة إعلامية لأنه تبرع أو خصص مليون يورو كل محجبة أو منقبة يصدر فيها قانون وغرامة هو الذي يتكفل في دفع هذه الغرامة عملنا معه هذا اللقاء وسألناه هذه الأسئلة في هذا اللقاء في سويسرا فقلت له أنت رجل أعمال ما الذي دفعك في قصة الدفاع عن المنقبات والتبرع لهم ما الذي دفعك فكان جوابه ما ترون إذا كنت قد قررت في عام 2010 أن أضع ميزانية مليون يورو لتسديد جميع الغرامات ضد النساء اللواتي ترتدين النقابة بحرية فإنه بناء على وجود مبادئ وحريات أساسية تعتبر مهمة جدا يجب احترامها في كل أنواع الديمقراطية عندما رأيت أن فرنسا وبلجيكا قرر انتهاك هذه الحريات والمبادئ العمومية وبما أنني ليست لدي السلطة اللازمة لتغيير القانون لكن يمكن أن أدفع الغرامات أي إزالة مفعول هذا القانون قررت إذن تطبيق تهديداتي بإسم القانون والحريات الأساسية وبالطبع فرنسا وبلجيكا والبلدان الأوروبية الأخرى لم يتقبلوا قراري لذلك اتبعت ثلاث مراحل أولا أطلقت نداء لعصيان مدني وقلت لجميع النساء المنقبات أن لا يخفنا وأن يخرجنا إلى الشارع وأنني سأكون دائما هنا لدفع الغرامات وثانيا وضعت محامين تحت أمر هؤلاء النساء للتقدم بشكوى ضد الدولة الفرنسية والبلجيكية والآن ضد سويسرا كي تعرض هذه النقاط على المحكمة الأوروبية وأتمنى إن شاء الله أن تنجح وتنتصر هذه الحريات الأساسية سألت سؤال الثاني قلت له ماذا كانت ردة فعل المجتمع الفرنسي والإعلام الفرنسي وسويسرا أيضا في دفاعك عن المنقبات والمحجبات في أوروبا فأجاب صحيح أن وضع الميزانية لدفع الغرامات خلق لي مشاكل عديدة فقد سجنت الإسبوع وفي مارس عام 2012 خضعت لمراجعتين ضرائبية دولية لأن الدولة الفرنسية كانت تريد حرمان من الوسائل اللازمة لمحاربة هذا الظلم وهذا القانون الذي لا يحترم الحريات الأساسية للمواطن الأوروبي لقد قلت لهم مهما كانت التهديدات ومهما منعوا الحريات وأيا كانت المشاكل المالية لن أتخلى أبدا عن هذا القتال باسم الحرية قلت له نقاز كيف كانت مشاعر وردة فعل المسلمات المحجبات والمنقبات من موقفك أنت من نصرتك أنت من فزعتك أنت وما هو شعرك أنت أيضا تجاه هذا التبادل المشاعر في نصرة مظلومات أنا أفتخر عندما أقول لأي إنسان أو أية امرأة لا تخافي وخرجي إلى الشارع مع أطفالي ورافقهم إلى المدرسة بالنسبة إلي هذا شيء مقدس أن تقول لأحدهم أنت حر وتمتع بحريتك وأنا أفرح برؤية هؤلاء النساء حيث أنهم لم يعدن خائفات من الخروج إلى الشارع وبالنسبة لي هذا نصر بحد ذاته وبإسم الحرية يكون هذا النصر ممكن رجل الأعمال نقاز سألته قلت له أنا التقيت بك في مؤتمر مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا ما هي رسالتك والذي دفعك في هذه الفعالية والمشاركة فيها؟ أنا فرح بحضوري في مؤتمر المسلمين في سويسرا لكي أقدم رسالة حرية ومسؤولية في نفس الوقت كما تعرفون سويسرا تهدف إلى منع النقاب في الفضاء العمومي ولقد عاهدت أمام المسلمين في سويسرا وأمام المواطنين السويسريين بدفع جميع الغرامات التي ستصدر من القانون المستقبلي الذي سيمنع لبس النقاب في سويسرا وتعاهدت أيضا بأن أجعل الدولة السويسرية محل سخرية إذا استمرت في هذا الطريق الذي لا يتوافق أبدا مع تاريخ سويسرا ولا مع مبادئ الحرية في الجمهورية السويسرية التي لا تحقق أبدا مع تاريخ السويسرية السويسرية أستاذ نيكولاس مرحبا بك في الكويت بارك فيك وأنت رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا و سمعت قصة نجمة الفتاة المحجبة التي طردت من مدرسة و سمعت المحامي و سمعت قصة نقاز قصة المحامي الذي أنتم ندبتوه للدفاع و ذهبت معكم للقائه ما الذي حصل معه نحن كنا أدة مرات أن نذكر في حلقاتنا أن هناك عامل يضغط على الجميع على اليساريون والذين يكونوا في الوسط هو الإسلاموفوبيا فالكل يخاف الآن أن يصيبه هذا الضغط فهذا ما حصل مع المحامي ابنه كان يخاف من نتيجة الدفاع دفاع الوالد عن نجمة فكان يضغط على الوالد حتى يترك هذه القضية لأنه هو ابن ماركوس تشت كان و ما زال رئيسا لأهم حزب في هذه المنطقة و أراد أن يطلع في الانتخابات فخاف أن هذه القضية إذا طلعت في الإعلام سيضر الوالد و لهذا سبب ضغط عليه و طلعت حتى الأم زوجة ماركوس تشت من البيت و ضغط عليه حتى يترك القضية بغير إرادة لأن الابن أنصح منه كل التصريخات حتى يوقع على الأوراق فأخذ القضية و تنازل عن كل شيء و طلع الوالد من القضية للأسف الشديد هذا ما حصل و هذا نتيجة الإسلاموفوبيا أن حتى المحامي اليوم يخاف أن يدافع عن مبادئه الديمقراطية مبادئ دفاعاً أقلية و الظلم ضد الأقليات يعني خضعوا للضغط الاجتماعي و صعود معدلات العنصرية في أوروبا و هذا موقف ضعيف صراحة يعني هذا رؤية طيب أنتم انتدبتم محامي ثاني الحمد لله لقينا محامية هذه المرأة امرأة من نفس المحافظة و لكن بعض صعوبات من البحث لأن الكل يتخوف من هذا الضغط الاجتماعي و من هذا الإسلاموفوبيا يعني إذن في الختام أنت حزين و غير متفائل لا أنا متفائل هذا ما يبين أن هناك مشكلة فعلاً في المجتمع و لابد أن نطرح المشكلة و نضعها في الموازين و نفكر مع بعض أيش الحلول كما تكلم عن هذا راشد نكاز و هو يقدم هذه الخدمة و لكن أقول مع ذلك نحن لا يجب علينا أن ننتظر حتى تأتي النتيجة بل نتفائل و نفعل الآن و نضع هناك الموازين و الأموال حتى ندافع عن حقوقنا و من الآن نبدأ بالحفاظ على حقوقنا و نبدأ بالمشاريع التي تدافع عنها و لا ننتظر إلى بعدين و ندفع الغرامات هذا أيضا رؤيتي في هذه المسألة الأستاذ نيكولاس كلمة أخيرة تقولها و أنت هناك تتصدر في الإعلام و في المناظرات في التلفزيون السويسري و في الصحافة كلمة أخيرة في ظل هذا التصاعد التعصبي في العالم كله بما في ذلك أوروبا و ضد المسلمين و الأقليات والله أنا أرى أن يجب على المسلمين أنهم يبدأون أن يتحركون و لا ينتظرون لأن وقت الانتظار سيجعلهم إلى زاوية بالنهاية ما يستطيعون يتحركون و لهذا السبب يكونوا على وعي و أن يتحركون و ينطلقون من الآن بمشاريع استراتيجية حتى يصدروا هناك الكيانات الإسلامية حتى يدافعون عن حقوقهم و يبدأون من الآن و قبل ما تكون النتيدة موجودة يكون لهم الحل و يدافعون عن هذه القضايا أستاذ نيكولاس رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا شكرا لك و مع كتاب و شعر كتاب اليوم عن المرأة و الذي كتبته امرأة إلا أن التي كتبته لها تجربة متناقضة للمرأة ذاتها في بيئتين في منظومتين ثقافتين متناقضتين مؤلفة الكتاب نعيمة روبرت أبوها اسكتلندي من جنوب أفريقيا و أمها من قبائل زولو فالخليطة عجيبة ثم هي بعد زمبابوي و دراستها و تخرجها و تعليمها للأطفال الرسم و استقرت مع زوجها في جنوب بريطانيا هذه المرأة أسلمت و أسلم زوجها أيضا فكان لإسلامها قصة دشنته الفكر في هذا الكتاب بعنوان نساء اعتنقنا الإسلام بعد نقول ليش الإضافة في كتاب اعتنقنا الإسلام كل يوم النساء يسلمنا و رجال قلت له لا فيه إضافات تحت العنوان طبعا الكتاب نقله إلى العربية مروان سعد الدين و طبعته مكتبة لعبيكان بالرياض تحت العنوان هو الذي لفت نظري أول ما شفته في المكتبة جريدة الدلي تيليغراف كتبت كتاب مثير جدا للأفكار يتحدى التصورات الغربية المسبقة عن النساء المسلمات إذن لازم يكون ببالنا شيء أن هناك عند الغرب تصور و انطباعات أولية عن المرأة المسلمة ما هي هذه المرأة تقول لك في بداية الكتاب أن هذه تجربة وسيرة ذاتية لي و لصديقاتي التي تعرفت عليهن في قصة إسلامنا نصحح فيه مفاهيم الغرب عن المرأة المسلمة من نساء غربيات و أنا دائما أقول خير من يشرح للغرب هم الغرب لأن يعرف طريقة تفكيرة و المنظومة الثقافية التي ينتمي إليها و الخريطة المعرفية التي يقيس الأحكام فيها و تقول لاتخذنا من عائشة رضي الله عنها مثالا لنا في تجربتها الطويلة كشابة ثم إلى المرحلة التاريخية إلى نهايتها و قالت ترى ليس صحيحا أن يقال تحولت إلى الإسلام تقول رجعنا إلى الإسلام ليش يا نعيمة روبرت قالت لأن الإسلام هو الفطرة فنحن نعود إلى فطرتنا و تتكلم هنا عن الثقافة الأمريكية التي عاشتها لأن الثقافة الأمريكية السائدة من الرقص و الموسيقى و الفيديو كليب و الأغاني و ثم تتكلم عن أول ما صدمت بالحجاب في مصر هو الذي في مصر لما رأت الحجاب هو الذي أثارها لماذا النساء هكذا يحتاج بنا بهذا اللبس و ما دلالته فكان الحجاب مفتاحا إلى تعرفها على الإسلام ثم إلى إسلامها بعكس المجتمعات المتخلفة التي ترى في الحجاب قيدا أو ثم تكلمت عن أثر القدوة لأن المحيط المشكلتنا حنا اليوم أن المسلمة تعطي صورة سلبية عن الإسلام المسلم يعطي صورة غير إيجابية عن العقيدة ثم تدعو إلى مرافقتها في هذا الكتاب لكي تعطي انطباعا من غير تحيز وتقول يجب أن يتخلص من الأفكار السابقة ثم تقول أن كتابي هذا عبارة عن احتفالية أنه احتفالية بالمرأة احتفالية بالأخوة احتفالية بالشجاعة الدفء والصداقة احتفالية بالضحك بالصبر بالمحبة أنه احتفالية بالإسلام بمعنى أن الكتاب و لما جينا إلى الفصل الأخير عندما تتكلم عن الجذور والأسس تكلمت ما الحرية التي يعطانا إياها الإسلام تكلمت عن قصة أم محمد التي كانت تقفز على المسارح في الفن ثم سألت السؤال تتكلم عن لماذا عشنا و من مطلوب من الحياة و كياني أنا الأسئلة الوجودية الجميلة كلها فوجدت أن الحرية في الإسلام كيف تكون الحرية في الإسلام و الإسلام كله أوامر و قيود هذا ما جهيله كثير من المسلمين و أفاق على معناه كثير من الغربيين كتاب نساء اعتنقنا الإسلام جدير بالقراءة خدعوها بقولهم حسناء و الغواني يغرهن الثناء أتراها تناست اسمي لما كثرت في غرامها الأسماء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء جاذبتني ثوبي العصية و قالت أنتم الناس أيها الشعراء فاتقوا الله في قلوب العذارة فالعذارة قلوبهن هواء الشاعر أحنت شوقي أمير الشعراء في قصيدته خدعوها في ديوانه المشهور بالشوقيات عنوان القصيدة الجميل شنو خدعوها و إحنا اليوم كثير ما نسمع كلمة خدعوها لكن الخدع دائما يكون بماذا؟ بالكلام و أي كلام الكلام الدافي لذلك قال جاذبتني ثوبي العصية و قالت أنتم الناس أيها الشعراء لأن الشاعر يختار الكلمات و يرسم العبارات و يعطي التشبيهات و يدغدغ المشاعر و يطلق الخيال فشبكة صيد و اليوم البنت سماعية بخلاف الرجل بصري قضية الفروق الفردية اللي يدرسونها في علم النفس الفارق بعد أن يقول فتقوا الله في قلوب العذارة فالعذارة قلوبهن إيش؟ هواء بمعنى أن أرجع إلى القصيدة مرة ثانية لكي أذكر بكلمة سمعتها في شبابي في الثانوية من شيخنا حسن أيوب ما قال في البداية؟ سمع يا بنات ما لا داعي كل يوم نسمع خداعني غشني سجلني ولا في داعي نسمع أن والله الأبو طاح على بنته ولا الأخت اكتشفت أختها قاعدة تكلم واحد و ليش؟ لا طيب هذا غير قاعد ينصحني يقعدني صلاة الفجر ما هو الشيطان قاس عليه و عليه قال خدعوها بقولهم حسناء والغوان يغرهن الثناء نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء هذا الشيخ حسن أيوبش كان يقول لنا ده كان زمان دلوقتي نظرة فلقاء مباشر خلصني ما فيه عصر السرعة يعني حتى الأغاني أول المغني يلحق البطلة والمحبوبة ويتوسل لها وهي تتمنع اليوم لا في فيديو كليب ترقص لحم تحت رجلينه تختار اللي تبي احنا مادة استعمالية استهلاكية لحم خام بضاعة مكدسة في الطريق كفته قصاب قصيدة بسيطة جدا ومعبرة خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء أنا يعني احنا كلنا بشر ونعيش في مجتمع صغير وآدوات التكنولوجيا كهي جنبي مالت الشباب مالتي مانو نطلع سودعي حق أي جهاز ما لم يكن على الإنسان رقيب من الله سبحانه وتعالى وقال الشاعر فاتقوا الله في قلوب العذارة وما لم تكن هي أيضا عندها رقيب من الضمير فلا يستطيع لا أم لا أب لا مدرسة لا شرطي لا موجه لا مرشد نفسي لا صديقة أن يراقب الإنسان في عصر ما أقول العالم صار قرية بل العالم اختزل في كف صار في هذا الجهاز فاتقوا الله في قلوب العذارة واتقوا الله في قلوبنا واتقوا الله في قلوب الجميع سترى الله علينا وعليكم ووفق الله الجميع لطاعته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلقاء يحلو إياكم فينا من نور سناياكم وعلى ذنب الخير يتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المتلى من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسماء وزهور الأمل نترناها كنطويا حزان الأمة بلقاء يحلو وياكم فينا